أسبوعان من الحصار قتل فيهما الجيش الإسرائيلي ودمر ما دمر ليخرج مجمع الشفاء الطبي وسط غزة تماما عن الخدمة جثث ومصابون دمار ورماض في المجمع الطبي الأكبر في فلسطين والذي بات منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مأوى لألاف النزحين وواحدا من بين المشافي القليلة العاملة في القطاع المنكوب بعد هذا الدمار انسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من المجمع ومن محيطه باتجاه مناطق جنوب حيثة للهواء جنوب غرب مدينة غزة شهادات مروعة رواها شهود عيان وصحفيون من داخل المستشفى بعدما تكشف حجم الدمار والعثور على جثث عشرات الضحايا في المجمع والشوارع المحيطة به بعضها متحلل وبعضها تعرض للصحق بواسطة الأليات الإسرائيلية حتى المقبرة المؤقتة داخل المجمع لم تسلم من التخريب إذ أخرج الجيش جثامين الضحايا وألقاهم في مناطق متفرقة بالمستشفى كما أفاد شهود عيان مبنى الاستقبال والطوارئ ومباني الكلة والولادة وثلجات دفن الموت والسرطان والحروق جميعها أحرقها لجيش الإسرائيلي ودمر جميع الأجهزة الطبية بداخلها كذلك دمر مبنى العيادات الخارجية وفي الثامن عشر من مارس الماضي أطلق الجيش الإسرائيلي عملية واسعة كان مقررا لها أن تستمر لخمسة أيام لكنها طالت لأسبوعين حاصر فيها المجمع منع دخول المساعدات وأي عمليات إجلاء للنزحين والمصابين والمرضى الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه قتل مسلحين خلال عملياته في مجمع الشفاء وعثر على أسلحة لطالما نفت الفصائل الفلسطينية بشكل قاطع استخدامها للمرافق الحيوية في القطاع بما في ذلك مجمع الشفاء الطبي الاقتحام هذا هو الثاني للقوات الإسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إذ حصرته في السادس عشر من نوفمبر الماضي لمدة أسبوع جرى خلالها أيضا تدمير ساحته وأجزاء من مبانيه ومعداته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر